على منتخب ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم وكان وجود نجم جديد هو عمر مرموش عمر مرموش للأسف خلال يمكن الفترة اللي فاتت كان عنده إصابة كان عنده إصابة ويمكن تغيب عن فريق شتوتجرد فيه يمكن الجولة اللي فاتت في البندزليجا نتيجة هذه الإصابة نوع من الألق يصيب شوية مع أسكر المنتخب قبل الأجندة الدولية حضراتكم عارفين إن في أجندة دولية قريب جدا جدا وإن منتخب مصر يمكن إن شاء الله يوم سبعة من الشهر المقبل إن شاء الله حيخود مباراتين مبارات أنجولا مبارات يوم 12 نوفمبر ويوم 7 نوفمبر ومباراتين مهمين جدا جدا الحمد لله إحنا بشكل أو بآخر أو بنسبة كبيرة وصلنا للفاينال ستيج لكن عايزين نتطمن كمان على عمر مرموش زي ما بقول لحضراتكم الجهاز الفني وعناصر كتيرة من الجهاز الفني بتتواصل مع عمر مرموش بتتواصل مع الإدارة التبية في نادي شتوتجارد ويمكن الإصابة هو التوقف الكاحل يمكن الإصابة غلصة شوية إصابة يعني ممكن تاخد يعني لو كان فيه تمزق في الأربطة أو حاجة بتاخد وقت شوية لعودة اللاعب لكن ما فيه شك إن عمر مرموش زي ما بقول لحضراتكم نجم على الطريق نجم مميز جدا وكان مكسب كبير أكيد لمنتخب مصر إن شاء الله نتمنى له التوفيق بإذن الله ويكون متواجد في منتخبنا لأن زي ما بقول لحضراتكم نجم كبير على الطريق لسه نتكلم بكل إمانة لعنده مشوار طويل أولا في البوندزليجا مع عشتوتجارد وسنيا وبالأكثر طبعا في مشواره الدولي مع منتخب مصر